حماية أمن الملاحة في الخليج باتت من الأولويات الملحة خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية للملاحة في الخليج العربي وخليج عمان ومنطقة مضيق هرموز فرنسا وعبر وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت عن تحالف أوروبي بحري جديد يتخذ العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له بشكل رسمي أشرفنا اليوم على استقبال وحدة تحكم على التراب الإماراتي في إطار مبادرة المراقبة البحرية التي اتخذناها مع الأوروبيين والتي هي في طور الإنجاز التحالف الأوروبي البحري يهدف بحسب بارلي إلى مراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج والحرص على أمن الممرات المائية ولا يعد منفصلا عن التحالف الأمريكي بل يعمل بالتنسيق معه تم الاتصال بعدد من الشركاء الذين أعطونا ردودا إيجابية تحتاج إلى موافقة من برلمانات الدول المشاركة في المبادرة ومن خلال وثيقة قانونية وقعت بين وزارة الدفاع في الإمارات ووزارة الدفاع الفرنسية لإنشاء مقر قيادة مهمة المراقبة على أرض أبوظبي يضم نحو 12 مسؤولا يمثلون الدول المشاركة في المهمة التي من المزمع أن تبدأ العام المقبل وفق وزيرة الدفاع الفرنسية بهدف تعزيز التعاون العملياتي بين الطرفين في المجالين العسكري والدفاعي يذكر أن الولايات المتحدة كانت أطلقت تحالفا إقليميا بعضوية ست دول الشهر الجاري يتخذ من المنامة مقرا له بهدف حماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيقي هرمز وباب المندب روان حمزة العربية